أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الرفية عن اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية لأجل حماية طروة الدواجن وقالت وزارة الفلاحة في بيان الناس حافية اليوم لحدا أنها رصدت أكثر من عشرين مليون جرعة من اللقاح ضد أنفلونزا طيورة هذا واشرت الوزارة لأن هذا البيان يهدف إلى طمأنة كافة المتعاملين في شعبة إنتاج البيض واللحوم البيضاء كما ذكر ذات المصدر بأن التلقيح ضد أنفلونزا طيور يأتي فقط كتكملة ولا يمكنه أن يحل محل القواعد الاحتياطية لنظافة الواجب احترامها وحصن تسير تربية الدواجن وكذا كل تدابير الخاصة بحماية طروة الدواجن